وفي قطاع غزة افتتح الرسام الفلسطيني محمد الدلو وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة معرضه الفنية الذي اطلق عليه اسم الانيمي حياتي في قرية الفنون والحراف غربي القطاع وحضر الحفل الافتتاح عدد من الفنانين القدامى والشباب فيما تركزت معظم اللوحات على فن الرسوم المتحركة الذي يحترفه هذا الفنان الشاب يعرض الفنان الفلسطيني محمد الدلو في هذا المكان اكثر من مئة لوحة رسمها خلال السنوات الماضية في تحدي لاعاقته كما يقول محمد ذو العشرين عاما واكب في لوحاته الفنية المعروضة الاحداث الدائرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة بالاضافة الى لوحات فنية اخرى ان شاء الله يعني دخلني في اقبال اقبالي سورة وفيرزة على الاسمات ان شاء الله بعمل معارض دائرة احسن منها محمد يدير حاضنة المواهب لذوي الاعاقة في منتدى الفن الفلسطيني ويطمح لوصول لوحاته لمعارض خارج غزة في ظل القيود الاسرائيلية المفروضة على الان ترجمة نانسي قنقر